هل لقراءة القرآن في صلاة التراويح مقدار محدد والجواب لا والجواب لا لكن أئمة المذاهب الأربعة يستحبون أن يقرأ القرآن كاملا في صلاة التراويح حتى يسمع الناس جميع القرآن فإن شهر رمضان هو شهر القرآن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان كاملا كان جبريل ينزل عليه ليدارسه القرآن في شهر رمضان لكن لا حرج البته في أن يقرأ كل إمام بما يتناسب مع قدرات المصلين الذين يصلون معه فلا حرج أبدا أن تجد إماما يصل في التراويح ببعض الآيات في كل ركعة وترى إماما آخر يقرأ جزءا في الليلة فيقرأ ربعا في الركعة وترى إماما ثالثا يقرأ جزئين في الليلة وترى إماما آخر يقرأ ثلاثة جزاء كل هذا موجود لا ينبغي أن ينكر فيه على أحد لكن على الإمام أن يراعي حال المأمومين ويستحب أن يجهر بقراءة القرآن في صلاة التراويح بل لقد نقل الإجماع على ذلك الإمام الناوي رحمه الله تعالى وغيره